مائة وعشرة ملايين لاجئ ونازح في العالم هذا ما أعلنته الأمم المتحدة مؤكدة أن العدد لم يبلغ يوماً هذا المستوى المرتفع بزيادة 19 مليوناً ومائة ألف شخص عما كانت عليه في نهاية عام 2019 الاضطهاد والتمييز والعنف ودوافع أخرى منها تأثير تغير المناخ جعلت الملايين حول العالم يفرون من بلدانهم أو ينزحون من ديارهم حتى بلغ عددهم الإجمالي مائة وعشرة ملايين شخص النزاع الأخير في السودان أدى إلى تفاقم الوضع الاستثنائي أصلاً جراء الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة الإنسانية في أفغانستان 35 مليون و300 ألف شخص هم من اللاجئين و62 مليون و300 ألف شخص هم من النازحين بحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التي أوضحت بأن هناك 5 ملايين و400 ألف طالب لجوء و5 ملايين و200 ألف يحتاجون إلى حماية دولية أما الدول التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين فهي تركيا بثلاثة ملايين و600 ألف لاجئ وإيران بثلاثة ملايين و400 ألف لاجئ وكولومبيا بمليونين و500 ألف لاجئ وألمانيا بمليونين و100 ألف لاجئ والباكستان بمليون و700 ألف لاجئ العام الماضي عاد أكثر من 339 ألف لاجئ من 38 دولة إلى بلدانهم بينما تمكن 5 ملايين و700 ألف نازح من العودة إلى بيوتهم وفي ظل ما وصفه رئيس المفوضية فيليب بوغراند بإدانة لوضع عالمنا فضلا عن مواجهة اللاجئين بيئة أكثر عدائية في كل مكان تقريبا يبدو المستقبل قاتما في هذا الإطار خاصة أن المفوضية ومنظمات إنسانية عدة تعاني من نقص التمويل تجددت الاجتباكات في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم مساعد القائد العام للجيش السوداني الفريق ياسر العطى تواعد بحسم المعركة وملاحقة الدعم السريع داخل الأحياء دعيا المواطنين إلى الابتعاد عن المنازل التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع هذا وتخلل النزاع المسلح في السودان سلسلة اتفاقات هشة لوقف إطلاق النار منذ أن اشتعلت شرارة النزاع في منتصف نيسان الماضي يبحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون ملفات دولية عدة أبرزها لاستعصاء السياسي والانهيار الاقتصادي في لبنان والوضع في العراق وحربات سودان والروسية الأوكرانية كما تشمل المناقشات أيضا العلاقات الثنائية في مجالات عدة منها الاقتصادية والعسكرية والثقافية كما وسيبحث الطرفان سبول مساهمة السعودية في تسريع إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية بناء على طلب فرنسي يذكر أن هذه هي ثاني زيارة لولي عهد السعودية إلى العاصمة الفرنسية في أقل من عام ومن موسكو أكد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل انهيان استعداد بلاده التوسط لإنهاء الصراع المشتعل منذ سنة ونصف بين روسيا وأوكرانيا جاء ذلك في محادثات بين الشيخ محمد بن زايد والرئيس روسي فلاديمير بوتين على هاميشي منتدى بوترسبرغ الاقتصادي الدولي من جانبه شكر بوتين الرئيس الإماراتي على جهود بلاده في الإفراج عن أسر روس في أوكرانيا أواخر العام الماضي السبعيني الفلسطيني توفيق الجوجو نقل عشقه للبحر إلى شاطئ غزة بعد أن ترك الشبكة والصنارة ليحيل ذكرياته إلى مجسمات فنية بحرية بسيطة تحكي قصصه وتعكس معاناة الصيدين في غزة المحاصرة بحرا وجوا وبرا منذ ستة عشر عاما هي قصة عشق من نوع آخر يعيش حكاياها السبعيني توفيق الجوجو الذي ركب البحر لستين عاما ولشدة تعلقه فيه لم ترق له فكرة ترك البحر يوما فراح يجسد قصصه التي عاشها من خلال مجسمات فنية بحرية بعضها تحاكي معاناة الصيدين وأخرى لمراكب صيدا عمل فيها علها تعيد له ذكريات الصباة وأيام شبابه أنا بدأت في الصيد وفي البحر وأنا عمري عشرين سنة وأنا صيد ودليتني في الصيد حتى تقعدت حتى كبرت سني ما بقدرش أنزل ففكرت في المجسمات هدول عشان ما سيبش البحر والبحر حلو وكويس وفن بعدين في المجسمات هدول أعمل فيهم لحتى الآن أنا عاشق البحر وما سيبتش البحر وبأعمل في المجسمات ولأن البحر عالم مسكون بالجمال يجيء الحاج توفيق إليه كل يوم مستمدا إلهامه منه ليبحر في فن صنع المجسمات آملا في أن تحظى يوما ما بفضاء تعرض فيه هذه المجسمات إن شاء الله بدي أعرضها فأي معرض دول فأي معرض أنا بتمنى أنه أي ناس أي دولة أي حاجة أنه اتساعدني أنه أحطهم في معرض هدول اللي أنا أترزق وأتنفع منهم ولا يستخدم الصياد الفنان سوى بعض المعدات البسيطة لإنتاج مجسماته فكل ما يحتاجه هو الفلين وبعض الدمى والألوان ربما نال كبر عمره من قدرته على ركوب البحر والعيش فيه لكن العمر لم ينال من شغفه به فبات البحر يعيش فيه غازل علول رؤيا قطاع غزة قدم فريق مسرح شمس عرضا مسرحيا بعنوان ادفع ما بدفع كأول عرض مسرحي أردني في سوريا وعلى خشبة مسرح الحمراء بالعاصمة السورية دمشق تعلو أصوات ضحكات السوريين في مسرح الحمراء بدمشق تفاعلا مع العرض المسرحي الأردني الأول في سوريا تفاعل لافت حصده فريق مسرح شمس بعرض استمر ليومين تحت عنوان ادفع ما بدفع اليوم العرض كان بجنن وكان رائع جدا والشعب السوري والجمهور السوري استقبلونا بشكل عظيم فبشكرهم جدا وهذا كان عرض بتمنى تكرار التجربة دائما يكون فيه عروض سورية على خشبة مسرح الشمس في عمان يكون فيه عروض أردنية على خشبة مسرح الحمراء وكل المسارح الموجودة في سوريا شيء عظيم وحلو جدا وهي الأخوة والمحبة بين الشعبين الشقيقين عظيمة والله يخلينا لبعض بقوله الحمد لله كانت قريبة من الناس اليوم مسرح الحمراء كان شاهد على هذا الموضوع يعني الضحك كان واصل في كل مكان وخصوصا أنه بكل المطارح اللي مرينا فيها بالمسرحية من البداية للوسط للنهاية كانوا الناس منسجمين جدا وجمهور منسجم جدا في المسرحية فالحمد لله لأكدنا يعني فوق المتوقع كان هذا الموضوع الجمهور السوري جدا رائع جدا ثقف يعني أنا وأنا بعرض جد حسيت حالي كأني في بيتي يعني جمهور كأني بين أهلي بين ناسي يعني ما اختلف عن عمان كتير مبسطنا وإحنا منعرض الضحك أعطانا طاقة لسه أكتر وإحنا منمثل وإحنا منقدي الضغوطات الاقتصادية التي يعاني منها السوريون والأردنيون جسدها العمل المسرحي بصورة ساخرة فكرة قد تكون بادرة جيدة في بداية عودة العلاقات الفنية بين البلدين إضافة لاختيار المسرح لإنعاش هذه العلاقات مجددا كما يسعى القائمون على مسرح شمس الأردني أنا بقدر عول على المسرح يعني بمسرح الشمس نحن من خطتنا الاستراتيجية وهي طبعا إقامة علاقات فنية متبادلة بيننا وبين بلاد الشام بشكل عام وأهمها سوريا لأنها هي المنبع الحقيقي للفن العربي والذي نحن تربين عليه سنين طويلة فنعم أنا بقدر عول على وجود انتجات مسرحية قادمة بين مسرح الشمس ومديرية المسارح والموسيقى ووزر الثقة في السورية هو أول عرض تقريبا مسرحي من الأردن حتى من العالم العربي يكاد يكون أول عرض أول فريق مسرحي يزور الشام ويعرض فيها فطبعا إحنا كنا حاسين بقلق وتوتر إلا أن الأمور مريحة جدا وشعرنا بصحة هذه الخطوة لم يبدو أن غياب الفنانين الأردنيين عن المسارح السورية لأكثر من عقد من الزمن واختلاف اللهجات أمر ذو تأثير على العلاقات الفنية بين البلدين ولعل مشهد المسرح الممتلئ والإقبال الكبير دليل بارز على ذلك حمد طوالب رؤية دمشق